احتجدت الميليشيا الحصية وحشدت كل قواتها وقدراتها على مدى الأعوام الماضية وفي العام الحالي وهو الخامس كتفت جهدها والتركيزها وأعلنت النفير ونفذت حملات تعبئة وتجنيد في المدارس والجامعات وكل القطاعات وجندت حتى المعلمين والتربويين والموظفين وفرضت على التجار ورؤوس الأموال مزيدا من المبالغ المالية ورمت بكل ذلك في معركة اعتقدتها خاطفة فتوهمت وأوهمت أنصارها بأنها ستدخل مأرب بمعركة سريعة خلال شهر رجب الماضي انتهى رجب وشعبان وودع اليمنيون رمضان ولحقه شوال والقعدة وذو الحجة وخلال الأشهر الحرم وفي كل حين وقفت مأرب كعادتها تقاتل قتالا كبيرا وصدت عدوان الميليشيا وأحبطت خطط الحوثيين وبددت أحلامهم بالنصر لتغرقهم في حقيقة الهزيمة وقبل نحو ثمانية أشهر أعلن الحوثي بدء الهجوم الشامل على مأرب وتوعد ووعد بالحسم ومضى يسابق الزمن قبل استئناف المفاوضات وأراد من وراء ذلك قلب الطاولة لصالحه سعيا لتحقيق مكاسب على الأرض تعزز موقفه التفاوضي استهانت حساباته وأوهامه بمأرب وظنها لقمة سهلة فكانت عصية على البلع وها هي ميليشياته تهزم على أطرافها ويقف هو بمنتصف الطريق عالقا ومثقلا بالهزائم وحائرا تبدو كل النهايات على عكس ما أراد وخطط له أما مأرب فقد استعادت زمام المبادرة في الميدان وتحصد مقاتليه وتفتك بعناصره الأكثر تدريبا وسط صمود أسطوري تبديه قوات الجيش الوطني والقبائل في معركة يبدو أنها ستكون أمة المعارك للقضاء على الأحلام الحوثية التي تجيد طاعة داعميها الإيرانيين وتفشل عسكريا على الأرض في تحقيق أطماعهم وطموحاتهم بالسيطرة على أرض مأرب ونفطها وصار صدى هزائم الميليشيا يتردد عبر تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي تضمنت قبل أيامنا الدعوة للسلام ووقف الحرب يحدث ذلك بعد أن تأكدت إيران أن مرتزقتها الحوثيين لن يفلحوا في مأرب كما لم يفلحوا في إنقاذ أنفسهم من الهزائم في ظل مخاوف تنتاب طهران من أن فشلهم على أطراف مأرب مرشح لأن تتبعه انتكاسات عسكرية كبيرة وغير متوقعة